درس اليوم والدرس الثالث عشر وهو القسمة من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدادية طبعة شتنب 2020 صفحة ستون لنفهم ونطبق اراد الحاج المدني توزيع 27 حبة كراز بين ابنائه الستة توزيعا عادلا لنساعده على ذلك نشوفوا الطريقة باش نساعده الحاج المدني نحن 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 ن لأثناء الدقيقةaji 1 يوفر الانداء天 و 3 اللقاح في القيامز edi 18 مالذي هم حالة istediجة و فيقامز بقيم היилась حالة قالت سباعة 20 بعد سوى الانداء هذه الحالة difficile واحدة للدعاء عليك�� الدقيقة اليسراء كم حالة occasionally حالة جا مالذي اصبح قрать 200 وترجع نحوك مالذي عدد جشة ما هو العدد الذي نضربه في ستة يعني ما ستة جدع عدد معين يعطينا ثلاثين نرجع الجدول الضرب ونرقوا بنا ستة في خمسة هي اللي بتعطينا ثلاثين ولكن ما تنسوا هنا كنسام بأحمر هنا نسام بأحمر نسام بأحمر كنسام أخضرتي أقول لك أشخاص يكون هنا مزيان نشوفوا 425 26 27 28 29 30 نشوفوا ما سيكون هنا 24 25 26 27 يعني هنا أخصيكم العدد 27 الذي هو العدد الذي عند الحاج المدني مرحلة الثانية نؤثره لعدد 27 مرحلة الثانية نؤثره لعدد 27 بين مضاعفين متتالية للعدد ستة أشنا من العدد مضاعفة كان العدد مضاعفين ما هو المضاعف؟ يعني 6 في 3 و 18 هذا مضاعف للعدد 6 يعني 6 في 4 والباقي 0 6 في 24 6 في 3 18 والباقي 0 30 مضاعف 6 في 35 والباقي 0 يعني مضاعف العدد 6 18 و 24 30 و 36 نريد أن نرى الكلين التي جاء بينهم 27 هذه المضاعف العدد 6 27 كان بين 24 و 30 24 هي 6 في 4 ما هي 24 و 30 30 هي 6 في 5 وزع الحاج المدني لاحظونا بدأت يوزع دوك سبعة وعشرين بدأت يوزع ستة الأولاد لأبناء كل وقت أعطى منه أربعة ستة الأبناء أعطى منه أربعة لحبات كارس يعني أربعة وعشرين وزع أربعة وعشرين لحد الآن أربعة وعشرين ثلاثة أعطى منه أربعة وعشرين ويبقى ليه في ده ثلاثة تلاثة وعشرين لا أعطى واحد واحد ثلاثة لا يوجد لديهم ونحن أردت يوزعهم توزيعا عادلا يعني يبقى منه أربعة وعشرين يقسم عليها الحبات ثلاثة وعشرين ثلاثة حبات المرحلة الاخرى نكتبه يعني ستة في كم ستة في اربعة زائد الباقي تنديل ستة هذو ستة الليبناء شحال جاوم كل واحد اربعة هي اربعة عشرين وشحال بالقتل ايه من سبعة وعشرين ايه ثلاثة هي ستة في اربعة هاي زائد ثلاثة هي شحال سبعة وعشرين ستة في اربعة اربعة وعشرين زائد ثلاثة سبعة وعشرين او لا طريقة اخرى يعني كانوا عندهم سبعة وعشرين قسمهم على ستة الليبناء جاهم اربعة يعني شحال وصلنا فاش قسموا واستة جاهم اربعة هي اربعة وعشرين وبقوله ثلاثة هذه المتساوية هذه تسمى متساوية القسمة الاقليدية ستة في اربعة زائد ثلاثة يعني ستة هو مقسم عليه واربعة هو خارج وثلاثة هو الباقي والمقسم هو سبعة وعشرين هاد المتساوية تتقرأ بشكل اخر سبعة وعشرين مقسم على ستة يعني المقسم الليكنة بنى نقسمه فالليول manaarım والدراري اللي بنى inv raspساوية يعني المقسم عليه وخرجنا اربعة يعني الخارج وهذا كاللي فقط ن 5000 المقسم على المقسم عليه تعطينا الخارج زائد الباقي هنا بحال زائد الباقي نمشي الحصة الثانية وطبق. تمرين واحد وحيطوا بخط الخارج المناسب لكل بطاقة. كان 54 مقسوم على تسعون. يقول لك الخارج هادو بيكون واحد فيهم هو الخارج انت 54 على تسعون. فاش تنقلوا 54 مقسوم على تسعون. ما هو الخارج بحالة تنقلوا باك الخارج نضربه في تسعون. ما هو العدد من هذا العدد الذي يمكن أن نضربه في تسعون. ما هو هنا هو ستة. ستة في تسعون. مقسوم على تسعون. بحيط يقول لك ما هو العدد من هنا. ومن ذلك الثانية تنسمي المنسب لهم. يمكنهم أن نضربه في تسعون. يمكنك أن نضرب المقسوم عليه وتعطينا السعون تنقلوا 7 مقسوم على تسعون. تمانية في تمانية ما إضافة الوصول على اربعة وستة يعني اضافة وسته مقصر على ثمانية ويضعني ثمانية ستة وثلاثين مقصر على أربعة ، ماذا هو العدد الذي يضربه في اربعة؟ من هذا، ويضعني ستة وثلاثين هو العدد تسعة، تسعة في أربعة ستة وثلاثون ثمانية الثاني، أخذ بخط الباقي المناسب مباشرة الذي فقط سماوات. ما هو الؠارة ؟ ثم إضافة الهرية أخير يعطيه سبعة في المنزل ثم إضافة الهرية أخيرا فهذا ديرنا إضافة الهرية أخيرا دخلتك بخط محلو لدينا الهرية أخيرا تساوي 6 في 6 زيار واحد العدد ما هي 6 في 6 هي 36 ما أريد أن نزيده على 36 ثم تقوم بإعادة 230 هي 2 نقوم بإعادة 75 8 في 90 72 ما أريد أن نزيده على 72 ثم تقوم بإعادة 75 72 ما أريد أن نزيده على 75 ثم تقوم بإعادة 3 تساوي 9 في 4 لي 36 زائد كم ما أريد أن نزيده على 36 ثم تقوم بإعادة 9 و30 ثم تقوم بإعادة 3 هذه تسمى الباقي كلهم هذا الباقي باقي قسمة 60 على 7 باقي قسمة 38 على 6 ثلاثة وباقي قسمة 75 على 8 وهذا الباقي قسمة 39 على 9 نرى فقرة أُنمي معجمي ما هي القسمة بفرنسية؟ هي La Division تسمى القسمة بفرنسية La Division نعطيه مثال 67 كمهات التمريل للفوق تتساوي سعود في 7 زائد 4 عشانين 67 هي المقسم تسمى المقسم تسمى Le Dividende بفرنسية تسمى تسمى الباقي ستسمى بفرنسية لرس لديvidende لديviteur لقوش لرس هذه المتساوية من هنا تلنا ستسمى متساوية لقسمة الإقلي ديا